اهلا بكم الى فقرة وجه الوجه المخصص هذا المساء لتصويت مجلس الامن الدولي بالاجمع على تمديد مهمة بعثة المنورس في صحراء الغربية الى 30 من ابريل من العام المقبل من دون توسيع مهام هذه البعثة ومعنا في هذه الفقرة فقرة وجه الوجه من الرباط منار اسليمي رئيس المركز المغارب للدراسات وتحليل السياسات أهلا بك ومعنا أيضا من الجزائر اسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر أهلا بكم أبدأ معك أستاذ منار اسليمي هل بالفعل هذا القرار على المغرب أن يتلقاه بارتياح؟ نعم هذا القرار تلقاه المغرب بارتياح والمغرب كان يتوقع بأنه القرار سيصدر بهذا الشكل وهنا أميز بين تقرير الامين العام الذي ربما أتار ضجا وبين قرار مجلس الامن اليوم الذي صدقت عليه القواء المشكلة لهذا المجلس فالمغرب احتج على تقرير الامين العام لأنه كان تقريرا منحازا وكان تقريرا فيه أنه انزلق الامين العام عن مهامه لأن المطلوب منه أن يكون محايدا فهو لم يأخذ بالحجج الاتباتية التي طرحها المغرب واليوم هذا القرار القرار 2152 هو يصحح الانزلقات التي وقع فيها الامين العام الأممي أكثر من ذلك فهو قرار تقريبا شبيه بالقرار السنة الماضية 2099 بمعنى أنه يعود ومرة أخرى يطرح الحل السياسي مرة أخرى يوجه الخطاب إلى البوليزاريو وإلى الجزائر بمعنى ما سمه بدولة الجوار لكي يكون هناك عملية إحصاء بمعنى أن مجلس أمن هو تدارك الأخطاء التي وقعت في التقرير بمعنى أن الأمين العام في لحظة إعداده وهو تقرير انفعالي مبني على استنتاجات المبعوث الأممي لم ينتبه إلى أن البوليزاريو بالخصوص والجزائر هما لم يفي بوعودهما أيضا المغرب كان ينتظر هذه المسألة ولكن كل نقاشات هي كانت نقاشات حول الانزلقات التي وقعت في التقرير المغرب لم يكن يتوقع قرار بعيد عن ما جاء في القرار الموجود أمامنا اليوم أستاذ إسماعيل دبش سمعت إلى مدناير سليمي لماذا أخفقت جبهة الفوليزاريو والجزائر التي تدعمها في المجتمع الدولي في هذا النزاع لماذا أخفقت في الأخذ بزمام المبادرة وإقناع المجلس بتوسيع مهمة بعثة المنورس لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ولسيما بعد هذا تقرير للمثير الجدل من قبل بنكيمون أستاذ أورن أنا أستاذ في الجامعة وأنا والزميل معا من أجل حل المشاكل وليس من أجل المواجهة لبعضنا ما معنى كلمة مينيرسو باللغة الإنجليزية United Nations Mission for Organizing Referendum in Western Sahara يعني بمعنى بعتت الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء للشعب الصحراء الغربية في الصحراء الغربية هذه المهمة نتاحها إذا كان هذا هو المفهوم أين الإخفاق لجبهة البوليزاريو لأن الآن مددت المهمة لل2015 حتى تعطى مرة أخرى فرصة لممثل الأمم المتحدة السيد روس أن يضغط على طرفين نزاع حتى لا أسحبوا كلمة الجزائر من هذا الملف لأن الجزائر يسمعني والتقرير لا يدخل الجزائر لأن الأستاذ يدونه لم يقرأ التقرير ونقرأته ودائما تقرير لا يشمل جزائر يشمل موريطانيا أو كذا في إطار دول مجاورة للاستشارة أو التعاون لكن الأساس هي جبهة البوليزاريو من جهة والمغرب من جهة أخرى الآن المغرب يتفاوض مع جبهة البوليزاريو على أساس الشرعية الدولية ويتفاوض مع جبهة البوليزاريو على أساس تقرير مصير الشعب الصحر الغربية في إطار الشرعية الدولية الشرعية الدولية ماذا تقول تصفيت الاستعمال بالصحر الغربية من خلال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الآن تتكلمين عن إخفاق في عدم إدراج حقوق اللسان حقوق اللسان عندها أربع سنوات الآن هي موجودة بقوة مطروحة في الأمم المتحدة بقوة ويفترض لو نطبق المفهوم الفعلي أو العلمي لمهمة المنرسو هي في ذاتها مهمة توفير شعور الإنسانية والموضوعية نعم منذ بداية الجدل بشأن نهاية نقاش مستمر بشأن تحديد المهمة لكن المهمة حتى الآن بقيت مراكزة على إطلاق النار وقف إطلاق النار أعود إلى أستاذ منارة سليمي اللي يرد على هذه النقطة وتحديدا عند مسألة حدود العام 2015 سأعود إليك أستاذ إسماعيل ديبش لا أستاذ إسماعيل ديبش سأعود إليك بعد قليل أفتح فقط المجال المنارة سليمي اللي يرد تفضل أستاذ منارة دعيني أصحح أولا الجزائر تحتضن مخيمات البوليزاريو فكيف أن الجزائر غير معنية فالتقرير هو يشير والقرار هو أيضا هو يشير إلى ذو الجوار والجزائرية دولة حاضنة المسألة الثانية من يتتبع الملف أولا لما نتحدث عن قوات حفظ السلام فمهمتها هي يجب أن نعود إلى القانون الدولي يجب أن تقرأ القانون الدولي وأن تقرأ توصية أشيصون منذ البداية فدورها هذه القوات دورها هو أنها جاءت بين الأطراف التي كانت متنازعة لما اتفقت على وقف إطلاق النار تتحدث عن بعض المبادئ التي لم تعد موجودة لما تقول مبدأ تصفية الاستعمار فهذا نقاش وأوحيلك على بعض القراءات منها مقالات كتبت في هذا المجال أنتم في جزائر تقومون بنسج بعض الأساطير مثلا تصفية الاستعمار لحدود الموروطة على الاستعمار هذه الكلها هي تعود إلى مرحلة قديمة جدا إذن أذكر هنا الجزائر هي معنية لماذا؟ لأنه إذا لم تفتح الجزائر المخيمات لن يكون هناك إحصاء أكثر من ذلك كيف يمكن أن نجيبني الأخ بأن الجزائر هي صرفة 300 مليار دولار على البوليزاريو وفي ميزانية إذا لم يكن يعلم أن الميزانية الحالية لهذه السنة 700 مليون دولار لتصرف إذا لم يكن على علم عليه أن يسأل هذه المسألة إذن كيف الجزائر يتهرب من هذا المشكل الجزائر لها مصلحة استراتيجية في البوليزاريو وتوظفها داخليا لماذا؟ لأن الجزائر كانت تعرف جيدا بأن المغرب له ما يسمى بحدود لا زالت تطرح إشكال حدود ما يسمى بالصحراء الشرقية الجزائر هربت ووظفت هذه اللعبة ونازلت توظفها اليوم أستاذ مرسليمي لو سمحت حتى نبقى مركزين على هذا القرار مجلس الأمن والخلفية التي سابقت نركز فقط على هذه المسألة مسألة العام القرار ونقل عام يعني ما زالت إن صح التعبير يعني ما زال المغرب مهدد بتحويل المغرب ليس بتحويل هذه النزاع في إطار الأمم المتحدة دعيني أوضح المغرب ليس مهدد لأنه لا يمكن للمونرسو أن يتحول إلى قوات لمرقبة حقوق الإنسان لسبب بصير وهو أن المغرب هو دولة تساهم في عملية حفظ السلام في مجموعة من مناطق العالم المغرب له قضاء مستقل وله آلية غير موجودة في العديد من الدول العربية منها الجزائر وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وله لجن جهوية التي تحكمها مبادئ باريس ومبادئ بيلقراد إذن لا يمكن أن تكون هذه المسألة نهائيا هذه مسألة واضحة فقط هي ورقة لعبت عليها البوليزاريو ولعبت عليها الجزائر ولكن مرة أخرى مجلس الأمن هذا المجلس الذي يعرف الذي يستطيع أن يكيف النزاعات هو لم يشر نهائيا إلى هذه المسألة أشار إلى المفاوضات أشار إلى البحث عن حل سياسي أشار إلى أن دول جوار أكررها يجب أن تتعاون والإشارة هنا موجهة إلى الجزائر ويجب على الأخ أن يعود ويقرأ التقرير جيدا الإشارات التي جاءت فيه ويعود إلى قراءة القرار عشرين سعود وتسعين والقرار الحالي الجزائر يدعون المحتضينة لمخيمات نعم فكرة واضحة سأعود إلى أستاذ إسماعيل دبش ليرد على هذه المسألة وتحديد المسألة حقوق الإنسان نعم هل طويت بالفعل هذه الصفحة؟ أستاذ أنا لا أفعل رجعا أنا لا أفعل ولكن رجعا تعطيني الوقت مثلما أعطيته الوقت أولا أعطيك الكلمة أستاذ دبش سأل الله نورك بارك الله فيك أنا الآن أحترم الأستاذ وأحترم مرأيه بدون انفعال ولا نفعل نحن أساتذاء ونكون في هذا المستوى ثانيا يبدو أنه ألغى كلمة منرسو نهائيا حرفها نهائيا حرف الموضوع تعلم منرسو وجعلها لا وكأنها ليست بعتة الممتحدة لاستفتاء الشعب الصحراء الغربية وليست مهمة حفظ السلام هذا هذه التحريف التحريف الثاني تقرير الممتحدة اليوم يحرفوا يقول يدخل فيه الجزيرة تقرير الممتحدة يشمل كل الدول ويدعو كل الدول المنسانية للعالم كل أن تدعو أن تلتف حول تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية الآن بالصحراء الغربية الآن جمهورية العربية الصحرائية معترب بها ب90 دولة جبهة البوليزاريو معتربين بها كل بما فيها فرنسا فرنسا لا تعترف بيحتلال المغرب بالصحراء الغربية حتى فرنسا لا توجد دولة في العالم تعترب باحتلال المغرب إلى الصحراء الغربية. إذن لنكون موضوعيين المغرب في ذاته يتفاوض مع جيمة البوريزاريو. المغرب الآن في اتفاق ميدريد قسمها بين مريطانيا ومعنىها ليست له. المغرب بنى حيث قسم الصحراء إلى قسمين معنىها جزء من الصحراء ليست له. إذن هناك استقلال ذاته في ذاته وفي ذاته هو عبارة عن اعتراب أن المنطقة ليست له. ولكن أين الديمقراطية وحقوق الإسان. الديمقراطية أن نعطي للشعب المقيم هناك أربعة أسئلة. خمسة أسئلة. هل تريد الضمام من المغرب؟ هل تريد الاستقلال ذاتي؟ هل تريد الاستقلال؟ ونترك الاختيار. هل مبدأ ديمقراطي؟ ومبدأ إساني. كذلك أختي. لا الله هناك ما تقاطعينيش لأنك يخلي تتكلم على قرش من السعر. هذا أخذ ورد أسد دبش. لا داعي أن ندخل في مسألة الوقت. لسا معي كورونومتر. فقط سألتك. أثرت مسألة أسادي دبش. طرحت عليك السؤال أن مسألة الاستفتاء كما تقول ستطرح من جديد. مسألة شائكة ربما بشكل أكبر. هي مسألة الإحصاء. إحصاء الساكنة المعنية بدأ الاستفتاء. الإحصاء موجود. يا أستاذة. النية السياسية غير موجودة. أما الإحصاء موجود. لو تريد دول المنطقة ككل الأمم المتحدة ككل تضغط على المغرب. ليفتح الأراضي المحتلة. ويكون له استعداد فعلي للتفاوض. العالم كل يعتبر أن الشعب السحراء الغربية يريد الاستفتاء منذ قدامي ذكر. تظهر وانتفض. قال أريد الاستفتاء. أريد أن تعطيني حقي الإنساني. حقي الديمقراطي من أنجل تعبير عن رأيي. هل هذا ضد حق الإنسان أو مع حق الإنسان؟ الآن إذا نزيف الواقع هذا الغموض والرهي موجود. أن المغرب ما زال يريد حل المشكلة بطرق تقليدية. الطرق التقليدية مرفوضة من كل المجتمع الدولي بما فيها أمريكا. بما فيها بريطانيا. تعرف التقليل الأخير البريطاني. بما فيها فرنسا حتى في ذاتها. إذا تذكر الأخ في المغرب لما هولند زار المغرب. تعرف كلمة قالها يرفضها البرلمان المغربي تماما السياسين. اللي هي السحراء الغربية. لأول مرة فرنسا تذكر كلمة الصحراء الغربية. الوزير الرئيس الموزر الفرنسي قال الصحراء الغربية. معناها العالم كل يحتر أن هناك شعب الصحراء الغربية ويريدوا الاستفتاء ويريدوا تقرير مصيره. كل العالم ينادي بهذا. لماذا؟ لنأخذ مبادرة ديمقراطية وليصوت الشعب الصحراء الغربية إلى الانضمام المغرب. لكن الجزائر قامت قادة حرب لمدة سبع سنوات. لكن لما جاء الاستقلال لم أعطينا استقلال. عملنا استفتاء والشعب الجزائر الصوت على الرغبة التعاون. نفس الشيء يجب أن يُعطل الصحراء الغربية. البرلمان الأوروبي. أمريكا هي التي بادرت العام الماضي بتقديم إدراج ملف حق الرسال في المنصو لأن هناك اعتداءات وخرق لحق الرسال. ولم يأخذ بيدا التقرير في مجلس الأمن اليوم. أستاذ منارة أسلمي أود منك تعليق. أستاذ إسماعيل دبش أود إليك. أنا أعطيك جواب السياسي. منارة أسلمي لو سمحت أود ردا منك في هذه النقطة تحديدا ولسي ما أنا أقول لسد دبش أعادنا إلى مسألة الاستفتاءة. إذن الأخ ربما أنه انفعل ولم يترك النقاش أكاديمي. المسائل التي يقولها قديمة جدا قديمة جدا. ويتحدث عن العديد من الأشياء هي غير موجودة في القانون الدولي. يتحدث عن أمور متناقضة. يجب أن تعرف جيدا بأن لن تكون هناك دولة سادسة. لا يمكن أن تكون في المنطقة المغاربية. يجب أن تعرف جيدا بأن هذا النزاع صنعته الجزائر مع شريكها السابق القدافي. أتحدث هنا عن جنرالات الجزائر لكي أستثنيك. أنت أكاديمي ربما. ليس لك علم لأنك الآن تلبس لباس الجيش وتدافع عن مسألة هي غير موجودة. يجب أن تعرف بأن المغرب هو العديد من المناطق. هي ضاعت منه في مرحلة الاستعمار. يجب أن تعرف هذه المسألة. ويجب أن تعود إلى التاريخ. المغرب هو دولة أمة. يجب أن تفهم هذه المسألة. ويجب أن تعود إلى الدراسات التاريخية لتنظر إلى الامتداد. إذن السؤال المطروح وهي ما هي فائدة الجزائر في هذا الدفاع. الصراع هو بين الجزائر والمغرب. ليس هناك ما يسمى بالبوليزاريو. الدليل على ذلك أن الجزائر ضغطت. لا تريد هذه الأطراف أن تتفاوض. والمغرب كيف يفهم الأخ الذي يردد بعض الأساطير القديمة حول تقرير المصير. فالذي يقدمه المغرب مقترح الحكم الذاتي هو تقرير للمصير. يجب أن تفهم هذه المسألة. وإذا زرت العيون يجب أن تعرفها. لما تتحدث عن احتلال إلى غير ذلك. العيون هي أحسن من ورق الله وأجمل منها. أنت تعرف ورق الله. أسد منارسليمي حتى نعود. نفت بالنسبة إليكم. نعم أسد منارسليمي حتى نبقى. نحن أؤضح بأن الأخ لا يتحدث بلغة القانون دولي. يجب أن نتحدث بلغة القانون الدولي. هناك رأي لمحكمة العدد الدولي التي تقول بوجود هذه الروابط بين سكان الصحراء وبين السلطان المغربي. وأتحدث هنا عن ما يسمى بالأوليطا ناسيو. إذن يجب أن تعود إلى التاريخ. مسألة الجزائر الآن هي وضفت كل الأموال من أجل اللعب على ورقة حقوق إيسا. طيب. أسد منارسليمي لماذا هذه الروابط كما تذكر. لماذا لم يأخذ بها تقرير بنكيمونة الذي يبدو أنه ما زال بالتأكيد مسلطا باعتبار أنه أمهل الأطراف النزاحة العام 2015 لإيجاد تسوية. مسألة هذا الترابط. لماذا لم يأخذ بعين الاعتبار رغبة بعض الصحراويين في تطبيق مبادرة الحكم ذاتي الموسع التي يقترحها المغرب مثلا. أولا الإشارة هناك فوق يتحدث من يعود يقرأ جيدا تقرير باكيمون. فهناك الوحدويين. هناك مغارب موجودين فوق أقاليمهم. هذه المسألة يجب أن نعرفها. الخلل الذي وقع في تقرير باكيمون وهنا أركز. هذا تقرير بمعنى أنه يوجه أو يقدم بعض توصيات إلى مجلس أمن. ولكن مجلس أمن هو الذي يحسن. هذا التقرير لم يأخذ فيه بالعديد من المسائل التي قام بها المغرب. فأتحدث هنا عن حقوق الإنسان. فالمغرب مفتوح أمام الزيارات للعديد من المندوبين. زيارات حول المساطر أيضا. حول دقة حول المساطر الخاصة. هناك لجن معترف بها دوليا. ولكن الإشكال هو أن روس الذي معروف بولائه لجزائر. الذي معروف بعدم حياده. هذا روس الذي انطلق من نقطة سفر. لم يأخذ بما يسمى باستنجاجات فالسوم. الذي وصل إلى أن دولة سادسة في المنطقة هي غير ممكنة. إذن هو ذهب في اتجاه آخر. أخذ بما يقوله البوليزاريو نتيجة دقت ما يسمى بالعديد من المنظمات التي تموه لها الجزائر. ولكن اليوم نحن أمام معطى. وهو لماذا خرج القرار بهذا الشكل. ولم يأخذ بما تقوله الجزائر. ولم يأخذ ما يقول به البوليزاريو. هذا هو السؤال الذي يجب أن يجب عنه. أسد إسماعيل دبش بالفعل. ونسأل ربما عن الخطوات التي تتوقع كباحث أكاديمي. كما تؤكد على ذلك. محديدا بعد هذا القرار من مجلس الأمن. لم يأخذ بمسألة توسيع بعثة المنرسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. نعم. الزميل المحترم هو ثبت للمشاهدين بأنه ضد كل ما هو شرعية دولية. اللجنة الرابعة غير موجودة. المنرسو غير موجود. الروس ما يصلحش. حاجة ما تصلح في القانون الدولي مع عدار أيه الخاص. وأكثر من ذلك يتعصب ويقول لا توجد حاجة ثالثة. ولا توجد دولة والدولة المغربية. يا رجل هذا موضوع بيزنطي وموضوع غير مقبول لا علميا لموضوع اللجنة الرابعة في الممتحدة موجودة منذ ستين. لتصفيت الاستعمال. اللجنة الرابعة موجودة ولا لا؟ قل لي جاوبي. اللجنة الرابعة موجودة ولا؟ الروس موجودة يا رجل. هني أقول لك موجودة في ستين. أستاذ منار لو سمحت لا ترك للمجال لي يرد. تفضل أستاذ إسماعيل. لا نرجع الآن. نرجع الإسماعيل. لا لا خليل. اللجنة الرابعة الممتحدة موجودة والمشاهد والأستاذي يشاهد فيك يعرفك بأنك مخطع. المنظمة الفروس موجودة ومحترف به دولة. تقول منحاز. أي شيء يؤدي جبهة البوليزالي وتتفاوض مع المغرب غير موجودة. هذه واحدة يكون سياسة الموضوعية. ما الذي ستقوم بأن جبهة البوليزاليو بلأيك توقعاتك بالنسبة لتحركات الحركات؟ رح نجوبك على البوليزاليو. أنا أستاذ جامعي. أنا سأتك كأستاذ جامعي وأكاديمي وأشددت على هذه المسألة. أرى بأن موضوع تصفيت الاستعمار بالصحراء الغربية بغض النظر عن جبهة البوليزاليو سوف يأخذ مسار الكبير الذي يتوجه لها المجتمع الدولي. الآن العالم كله يتجه نحو فرض على المغرب تغيير سلوكه التقليدي والذهاب مباشرة إلى التفاوض المباشر حول الشرعية الدولية والذي أكدها روس في تقريره. ولهذا المغرب ينتقد روس لأنه روس أراد أن يواجه العالم كله بما فيه المغرب بالحقائق. لأنه أثبت بأن المغرب لا يريد الدخول في تنظيم استفتاء. ويعرف مسبقا أنه لو نضم الاستفتاء بمشعب الصحر الغربية يختار شيء لا يريده المغرب. الآن إذا نتعصب ونأخذ مواقف سلبية ونتهرب. هل جنوب فريقيا؟ هل فنزويلا؟ هل بريطانيا؟ هل أمريكا؟ دانيمارك؟ السويد؟ سلوفينيا؟ العالم كله يده إلى تصفية الاستعمار ويعتبرها الاستعمار؟ والأخ الزميل يقولك هذا الشيء مفرد ما هذا يسلل أسلوب جمولي؟ باختصار أنا في رأيي أنا من مصلحة الشعبين الجزائري والمغربي أن لا يدخل في هذا الصراع ومصلحة المغرب كذلك ومصلحة العلاقات الثنائية. هناك موضوع مطروح أمام المنظمة الأممية لتصفية الاستعمار على نمط بقية المستعمارات التي نالت استقلالها. فكرتك واضحة تصل على أن النزاع حلو سيكون في أدى تصفية الاستعمار. أعود إلى أستاذ منار سليمي باختصار لو سمحت كما يشير أستاذ دبش أن المسار الدولي هو الآن يتجه نحو التفاوض وفق شرعية الدولية. هل هذا المسار لا يأخذ بعين الاعتبار مبادرة المغرب لمنحة صحراء الحكم الداتي المؤسعة؟ المغرب يعتبر بأن الحكم الداتي هو حل واقعي وهذا تقوله القوى الكبرى. لكن الآن في المستقبل بعد كل هذه تطورات الأخيرة. المغرب هو يمشي نحو خيار الحكم الداتي. ولكن الإشكال الذي أنبه إليه الأستاذ أكاديمي. أن الجزائر تستعد إلى الحرب. يجب أن تعرف بأن جنالاتكم تستعد إلى الحرب مع المغرب حول قضية صحراء. يجب أن تعود إلى الترسل العسكرية. فهي تهيئ الحرب. وهذا هو السناريو الخطير جدا. يتهيئ الحرب وهي غير مهيئة حتى داخليا. الوضع الكثير يعرف بأن الوضع في الجزائر على حافة الانفجار. العديد من المشاكل وهي جنالات يهيئون. ليقوموا بإلهاء الرأي العام عن شيء آخر. هو مسلسط دمقرة. أعتدر منكم أرشاد منار أسليمي ورئيس المركز المساريبي للدراسات وتحليل السياسات. وأيضا أسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. أشكر الجزيل لكم على قبول المشاركة معنا على فرانس 24 في فقرة وجها لوجها.